دقائق الحرب لطوال خليني أخبركم أنه في الحرب بتسقط كل التفاهات والكثير من الكماليات ومعظم الضروريات وما بيضل تفكر غير في الضروريات جدا جدا مثلا بتبطل تهتم في الفيسبوك ولا حدا لسا بحط أعجبني وراح تختفي صورة الوالد والوالدة المريضة اللي مكتوب تحتها ادعو لهم بالشفاء لأن الجثث في الطرق وما في حدا يدفنها صور وجبات الطعام ما حدا بيسترجي ينزلها لأن الكل برقد ورشوية طحين وكثير ناس لهم أيام ما أكلوا إشي وحلمهم الحصول على الرغيف أما التيك توك اختفى من غزة تماما كأنه جريمة يعاقب عليها القانون تصوروا أنه في غزة اختفت النميمة والحسد والانشغال بالآخرين اللي كانت أحد المتع عند كتير ناس سقطت المجاملات والنفاق لأنه الكل بشعر أنه ممكن يموت في أي لحظة بتصير تقدر قيمة الأشياء اللي كانت بين إيديك وتمارسها بدون وعي ورح تكتشف أنه أفعال بسيطة كانت قمة المتعة وتتذكرها وتحلم أنها ترجع أنك توقف الصبح قدام الغاز وتلف المفتاح تعمل فنجان قهوة وتشربه بهدوء وجنبه حبة شوكولاتة أصلا القهوة والشوكولاتة والبسكوت والشبس والمكسرات كلها اختفت من غزة تكتشف فجأة أنه عيلتك نسي كلمة بحبوش فمثلا لو قدرت تحصل على زهرة وطبختها رح يقلوها الجميع وكأنها ألذ طعام في العالم أما بالنسبة للمقلوبة والمسخن ما حدا بيتجرى يجيب سيرته أكتر شي رح تشتق له مخدتك وتختك وبتظل تحلم ترجع لها وتنام ليلة وحدة من غير صوت الصواريخ والمدافع اللي ما بتوقف رح تشتاق تشوف سيارات وزحمة رح تتذكر التلفزيون والأفلام والمسلسلات برامج التوك شو والمسرحيات كأنها حلم بعيد رح تحن لقعدة الصفرة والبانيو وشباك البيت والبلكون وجيرانك مشوارك الصباحي للشغل أو للسوق رح تقدر أنه يكون عندك خزانة فيها ملابس وأحذية وتلاجة فيها أكل وفواكه رح تتعلم كيف تخبز على فرن الطين ورح تتعلم كيف تصنع هذا الفرن من الطين والقش وتتفنن في تصميمه بأنواع وأحجام مختلفة فيه فرن للخبز وفرن للطبيخ رح تتعلم كيف تحطب وأنواع الحطب والفرق بين خشب الزتون وخشب البرتقال وأهمية النخيل في اشتعال النار وشو الفرق بين حطب الطبيخ وحطب الخبز رح يرجع العدس والفول يتصدروا المشهد رح تحلم باللحمة والجاج والسمك رح تمر أهم الأشياء مرور الكرام وبدون انفعال مثل الحديث عن الشهداء مثلا ترجمة نانسي قنقر